حضرات سيدات السادة كما أكدنا في عدة مناسبات سابقة فإن تجاوز الأطار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل في بلادنا يعد شغلنا الشاغل داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية وإذ تتوفى الحكومة على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقصة مشروع قانون المالية لسنة 2025 فإن تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النعود بتشغيل فكما تعلمون حضارات سيدة السادة توفر رقمان خزانا مهما لخلق فراء الشغل خاصة لفئة الشباب سواء كانوا من فئة حامل الشهادات العليا أو من فئة الشباب الملقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب ومن خلال هذه الاستراتيجية التي ترصد لها من طرف الحكومة 11 المرياضية للدهم ما بين 2027 و 2026 كانت تهدف الحكومة إلى تكوين 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي عوضها 11 ألف سنة 2022 وتضعوا هدف تشغيل 240 ألف في القطاع الوطني الرقمي حضرت سيدة السادة قصد بط دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي كتعتم استراتيجية الرقمية 2030 التي نبسط مضامنها اليوم عددا من الروافع والآليات منها لا تقع بعرض الاستعانة بمصادر خارجية يعني لوتسوسينك وتصدير الرقمي وتعزيز منظومة المقاولة الناشئة يعني الاستراتب من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا ويسير وصولها إلى السفقات العمومية وكذلك اعتماد آلية التمويل المناسبة لمواكبة حامل المشاريع اللي هما طوال دورة حياة المقاولة الناشئة غير أن إنجاح هدف تشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى القدرة دي البلدنا على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا لذلك بدرت الحكومة إلى تعزيز أعداد خارجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية ابتداء من سنة 2023 في أفق مضاعفة عدد الخارجي المكونين في مجال الرقمنا في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2023 كما وقعت المملكة العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددات الجنسية الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز رأس المال البشري المحلي